السلام عليكم نصيحة أقدمها كل إخواني الكويتين المغردين ما عندي مشكلة أخوي قل رأيك بقضية الفلسطينية كلنا الآن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتحقق السلام والعدالة وتغريب مصير لإخواننا الفلسطينين قد ننتقد قد نصل لمرحلة الانتقاد بالتصرفات أننا نريد الاستقرار بس أنا كلامي حق إخواني الكويتين اللي قاعد ينتقد دول مستعاون ليش تنتقد ليش تنتقد دول الجوار دول مستعاون إحنا كلنا ما نعارف شو تسو الشي سوء عليك أنت باشي بتروح بتسافر تسير عليك بلوك ليش ما يجوز تنتقد وتدافع عن دولة أو تدافع عن جهة أو منظمة هم بيععتقدون عندهم إرهابية أو جهة معادية لهم مثل أمريكا تنتقد تنتقد أمريكا مع أمريكا أمريكا وبعدهم تنتقد وتصف مع جهة معادية لأمريكا ضدهم كنت باسمك أو كنت موقع وهمي حار فينك ما يسوء عليك باشي أنت أمكن أنت بتروح أمريكا باشي تتزوج أو إذا متزوج وردك يكبر يبيروح يادلس أمريكا أليه بلوك عشان أبوه أنت تعاطف قول رأيك أترى الأمريكان ما عندهم مشكلة أنك تنتقد سياستهم بس ما يدرون عنك أنك تتدافع على جهة بالنسبة لها معادية لهم وكذلك دول ما تستعاون ما يصير أنت تنتقدها وتصف مع جهة معادية لهم تبقى يخلونك حطوا بالكم عن نفسكم تعالين أنصحكم وانتوا كيفكم ما رح تحس الحين رح تحس باسمي وولدك يبيركب الطيارة ويبيروح يادلس أمريكا يقول له ما يصير وسبها تعاطفك وردت فعلك وهجومك